عد حديث رئيس الحكومة محمد الشيع السوداني بشأن سعيه لزيادة تصدير العراق للنفط وتثبيت سعره بحدود 100 دولار للبرميل بأنه رسالة علامية وغزل نفطي للغرب فقط كون منظمة أوبيك سترفض أي طلب عراقي بزيادة التصدير حيث أن كل القرارات التي تتخذها أوبيك تأتي بناء على دراسات واجتماعات دورية شهرية ونصف شهرية وهذه الدراسات مستمرة من دون أي توقف ولهذا فإن طلب العراق من المنظمة زيادة صادراته النفطية لن يؤثر على قرارات أوبيك السابقة إطلاقا وهي محاولة فاشلة كما أن العراق لا يستطيع اتخاذ أي قرار نفطي خارج الاتفاقات داخل منظمة أوبيك والعراق لا يستطيع تصدير أي نفط خارج المنظمة وأي تصرف من دون علم وموافقة أوبيك قد يدفع إلى إخراج العراق من المنظمة وهذا ستكون له تبعات خطيرة على الاقتصاد العراقي والسوق النفطي العالمي أما كلام السوداني بشأن مطالبة أوبيك بزيادة صادرات العراق النفطية بعيد عن الاقتصاد ومن غير المستبعد أن يحمل رسائل سياسية إعلامية فقط لكن في الواقع العراق ليس له القدرة على أي تصرف نفطي عالمي خارج قرارات منظمة أوبيك بالتالي فإن من الناحية الاقتصادية يمكن أن يوفر رفع العراق معدلات تصدير نفط أموالا كبيرة له وكذلك التقرب من أمريكا وأوروبا أكثر بهكذا قرارات تصب في صالحهما أيضا هناك استطاعات تقدمي معيدة و لكن تجنع